شفت كاس العالم ازاي وشفت صعود تمن فرق بتمن مدربين وطنيين كلهم بفرقته يعني الفرنسي صعد بفرنسا الانجليزي صعد بالانجلترا المغريبي صعد بالمغرب الارجنتيني صعد بالارجنتين برازيلي صعد بالبرازيلي كده شفت اللقطة دي ازاي كابتال طبعا احنا بنتعلمك كابتال الحقيقة الشهر بتاع كاس العالم ده احنا خدنا فيه جرعة كروية كبيرة جدا نتعلمنا كمدربين حاجات جدا كتيرا جدا من المدربين اشتغلوا بيها جوه الملعب اتعلمنا من اللعبة الطرق اللعبة الجديدة اتعلمنا كمان ان المدربين لبا بتبقى مقفولة في الخط اللي قدام يقدر يشتغل ازاي بالارتكازات انها تعمل الزيادة العدمية او بالطرفين سواء الباك رايت او الباك لفت انو يعمل الزيادة العدادية ازاي عشان يقدر يسجل ويقدر يستحوز على الكورة شفنا كمان فرق كتيرة جدا كان بتستحوز استحواز سلبي ما كانش إيجابي ما كانش بيبقى استحواز له ناتج وشفنا فرق ما بتستحوز كتير وبقال عدد من النقلات الكرة بيوصلوا للـ 18 بتاع الخصم لأ شفنا حاجات كتيرة جدا شفنا كمان قبل ما نتكلم عن المغرب شفنا كمان المدربين لما بيقعد المدرب مع الفرقة سنة واثنين وثلاثة كابتن بيتطبع واللعيبة بتتطبع بيطبعه وبتلاقي ناتج جيد جدا زي ساوس جيت في إنجلترا فنجال في هولندا فشفنا الحقيقة شفنا مدربين كتيرة جدا قاعدت فترة طويلة وشفنا كمان وليد الريكراكي اللي ضرب كل المقاييس انه مسك الفرقة دي في اخر شهرين قبل بطول الكاس العالم وقدر يعمل بهم الاداء اللي احنا شفناه من منتخب المغرب يمكن هو الوحيد وليد الريكراكي هو اللي اشتغل مع فرقة المغرب فترة قصيرة لكن الناتج بتاع الفترة القصيرة دي كان كبير جدا وكان اهم عامل اشتغل عليه وليد الريكراكي هو متميز جدا يا كابتن طاري في العامل ده وهو العامل النفسي زي كابتن جوار الله يرحمه هو بيعرف يجمع اللعيبة بيعرف يقرب اللعيبة من بعد بيعرف يوظف امكانيات وقدرات اللعيبة كلها في خدمة الفريق قدر يوصلهم للكرة الجماعية اللي احنا بنشوفها دي قدر كمان يجود يا كابتن انه هو بعده يقارع الكبار يعني وصل اللعيبته من الاعداد النفسي اللي هو عمله اللعيبته ان انا زي زي البرتغال زي زي الارجنتين زي زي الكرواتيا فالتوصيلة دي لللعيبة انعكس عليهم في المرعب لما هنجي نشوف بعض اللقطات لفريق المغرب نشوفهم ازاي بيطلعوا بالكرة من تحتك طبعا مش مهيبين الموقف ولا خايفين وهم بيلعبوا اكبر فرقة في العالم طبعا حد مرضو ممكن يقولك ان احتراف اللعيبة المغربة في اوروبا من بدري ده زال الراهبة عنهم طبعا طبعا وده عدد كبير يعني عندك انت قلتني 350 لاعج اه يعني طالب في اوروبا بس بالزبط فده بالتأكيد بيعمل نوع من انواع حتى المساواة بينه وبين مثلا مودريتش طبعا بينه وبين كريستيانو انا بلعب ضد كريستيانو وبلعب ضد مودريتش يعني مثلا بونو ده بلعب في اشبلية اشبلية دي واخده بطول الدور الابطال امرة واخده الكاس مرة يعني وكسبت ريال مدريد وكسبت قتلكو مدريد يعني عندها لا عنده حتة النجومات دي موجودة وفي نفس الوقت الرهبة كمان ما فيش رهبة خالص صحيح الاستراتيجية بقى نرجع بقى الاول خالص يا كابتا للادارة لما بنتكلم على الادارة الاستراتيجية اللي عملتها الادارة سواء من نظام مسابقة في الدور المغربي تاني حاجة كمان اللعيبة المحترفين دي هم كانوا بيسمحوا بالاحتراف منه هم صغيرين الاجواء اللي حضرتك بتتكلم عليها الاجواء اللي انت تشتغل في اوروبا حتى لو في نادي الصغير الانديه هناك زي ما انت عارف كابتن كلها السيستم واحد كلها الاستراتيجية واحدة النادي كل واحد بتختلف بس الامور المادية من نادي كبير لنادي الصغير النادي اصغر منه شوية لكن السيستم نفسه والنظام نفسه موجود في كل الفرقة الاوروبية وده انعكس فعلا على فرقة المغرب وانعكس على عداء فرقة المغرب يعني الاحصائي اللي حضرتك بتتكلم عليها المغرب كلهم 37 مليون نسمة في منهم في الدورة الانجليزي بس من اللعيبة المغربة فيه 9 لعيبة الدورة الاسباني فيه 93 لعيب في الدورة الاسباني كله في الدورة الفرنسي 76 لعيب في الدورة الالمانية 28 هتلاقي في الايطالي 21 في الهولندي 33 في البلجيكي 23 في التركي 9 لعيبة هتلاقي المجموعة يا كابتن 350 طب فيه كام واحد من الدورة المحلي 3 لعيبة لعيب منهم مين لعيب منهم واحد بس اللي هو يحيى عطاية الله اللي هو الباكليفت لعيب علشان مزراوي كان متعور أو مصاب